بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم غالياتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد وصفتنا لنهر اليوم ستكون حلوة التركولة الشامية تلبية لطلب العديد من المتتبعات الوافيات على قناتي اطلبتوا مني اني ندلكم حلوة التركولة الشامية جبتها لكم حبيبتي وصفة ناجحة 100% وصفة يعني مثل تاع المحلة طبق الأصل تماما صدقوني حبيبتي والله على ما أقول شهيد انو الوصفة ناجحة 100% جربوها بهذا الطريقة يعني جبت لكم طريقة ولا أروع وصفة ناجحة مليار بالمئة يعني ماشي غير بالمئة بالمئة صدقوني حبيبتي نحلفلكم بعد هذا الفيديو لو تجربوا هذا الوصفة صدقوني ما عادتوش زيد وتشريوها من برا برك حبيبتي ننصحكم اتبعوا الفيديو ومطرطي وليش هذا الوصفة صدقوني ما كمش راح تزيد وتشريو هذه الحلوة الترك نهائيا من برا بسم الله وعلى بركتي لا عندي كاس اللي يرفض 220 ميلي جلجلان اللي هنا ما هوش نحمص جلجلان أبيض حطيتو في ميقلات نستعين بملعقة خشبية ندي المقلة تاع على نار قليلة يعني النار التعكم تكون نقصة بزاف مع التحريك المستمر بملعقة خشبية هنا حبيبتي تركزو اللي يمليح في هذا المرحلة مره نشري حين ان نحمصوا الجلجلانية ولكن يعني نخليوها تسخن فقط ما لازمش اللون التحا يتحول إلى اللون يعني الأحمر ولا البني لا لا فقط يعني اللون التحا رح يولي أصفر أخفيف فقط يعني تسخن هذا مكل حكا باش تخرج لنا من بعد زيت تحا عندي هنا يا نصف كاس تاع فارينة فارينة عادي من صاشي بالنسبة للكاس رح يرفض 220 ميلي كاس تاع جلجلان اتقابلوا نصف كاس تاع الفارينة خلطهم هنا يا مع بعضهم في هذا المقلة وبيتها على نار قليلة مع التحريك المستمر بملعقة خشبية قسمة هذيك الفارينة يعني تسخن لنا فقط ما نشوي حين نحمصوهم ولكن يعني سخنوهم حاجة خفيفة فقط يعني الفارينة والجلجلان يتحولون إلى أصفر لون أصفر خفيف بالبزاف شوفوا هنا حبيباتي حاوليكم هنا اللون يعني ما تحاولوش أنكم تصمروا هذيك الفارينة بتاعكم يعني حاجة خفيفة برك على النار هكا بش يعني وهي هكا سخون المقادر هذو سخونين به الجلجلانية تعنات تطرق لنا هذيك الزيت بتاعها جبت هنا حبيبتي الأشوار اللي عندها كذلك يعني الروبو الخاص ليرحي ليزي بيس ولا يرحي القهوات قدر لحبيبتي تستخدمي لحنا حاولت أني ندلكم يعني الوصفة في الأشوار هكا بش إن شاء الله كامل تديروها كما تعرفوا الأشوار هذا متواجد في معظم البيوت الجزائرية بزاف من المتتابعات التابعي عندي في القناة يعني عندهم هذا الأشوار حبيت نسيلكم الوصفة يعني في الأشوار ونجحت معي وعطت لي نتيجة ولا أرواع صبيت هنا يلزل الجلجلان هذي كمع الفارينة بعد ما كنا رحيناها مملاحة مني عندي هنا تجب التعليم الزيت التعليم الضفته فهناي نضفته على دفعه واحده سوف نضيفها على ثلث دفعه وفي نفس الوقت سوف يناس بميكسر كما رحيناكüfو حبيبتي واللي حبيت يعني انكتمل بالأشوار لكن الحرية حبيبتي الحبيبتي لا تقدري الخطواة هذه تكمله في الأشوار بارك يعني الزيت التعليم الضيفة على ثلث دفعه أنا هنا اضرت لكم بميكسر كما رحيناك تشوفو هنا حبيباتي نكملنا الطاحينة يعني اللاباس حلوة الترك اللي هي في الطاحينة نروح هنا حبيباتي لمرحلة الثانية عندي كاس لحليب المجفف عندي كاس ناقص أصدع سكر ناعم عندي هنا ربع ملعقة صغيرة تع الملح عندي نصف ملعقة صغيرة تع الفانيلا وعندي هنا ملعقة صغيرة تكون هكا معمرة مليح عسل لغلوكوز حبيباتي عسل لغلوكوز لي ما عندهاش يعني حكا مشارية ولا رأني خدمته لكم في القناة صونع منزلي أحا نخلي لكم رابط الوصفة على لغلوكوز صونع منزلي ناجح لي بالمياه يعني جاب لي نسبة مشاهدة الله يبارك بالزفن يعني من المتتبعات على قناتي وكي يدخلوني جدد سياوا الوصفة تع ونجحت لهم ما شاء الله هنا بعد ما كنت وظفتها يعني المكونات هذوك نجي هنا نلوح نبدأ نلوح في الطاحينة نتاعي أركزوا لي هنا حبيبياتي مليح كذلك لهذه المرحلة لحت كمية من الطاحينة كذلك وحوالي ثلث دفعات هكذاك وهنايا في المرحلة الأولى يعني ضفت كمية من طاحينة وشوفي كيف يفشر عني نعجن فيها مليح مليح يعني حاولوا انكم يعني تتعجنوها كبين يديكم زد ضفت هنا يعني يعني كونتيتي وحد أخرى وتلقوا مقسمتها على ثلث دفعات حاولوا انكم تدخلوا مليح مليح هذيك الكمية طاحينة في النواشي في انتعنا وفي نفس الوقت راكم يعني تمحصوا مليح مليح هذيك المكونات يعني الجفا مع الطاحينة هنا حبيبيتي يعني كوبيت التصوير وزيت يعني زيت تعجنتها مليح مليح باليد وهنا يعني ضفت ما تبقى من هذيك الطاحينة وتقمدرتها على ثلث دفعات كملوا را هي تديلكم الكمية يعني لها مقادير مضبوطة ومضروسة يعني مليح مليح كملت ما تبقى من هذيك الطاحينة وشوفوا هناك فشران ينعجن فيها مليح مليح بالأسابع حاولوا انكم تضغطوا عليها بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا شوفوا هنا حبيبيتي كيراني انظر نضغط عليها نحاول اني نشكل كورا تتشكل معي كورا عادي هنا تعرفوا باللي حلوة التركة تحكم اراها ناجحة مية بالمية يعني مزربعة ولكن كيتلميها تتشكل معك هذيك الكورا هنا تجي بي اي بورتمونجي ولا صحن ولا الشي اللي متوفر عندك في الدار تقدير دير اي حاجة بورتمونجي صحن الحاجة اللي يعني لوالاتك اهنا درت هذا الكيس بلاستيكي وعفوا هذا الورق البلاستيكي كما راكم تشوفوا وهنا يا حبي تنزين حلوة التركة تاعي والشامية باللوز بالنسبة لمكسرات تقدروا ديروا لوز قدروا ديروا كذلك لوز وبيصاش لكم الحرية ديروا هكا طبقة في الوسط شوفوا هنا حبيبيتي اقربت لكم الصورة الحلوة التركة تعنا راها مزربعة هنا تعرفوا بلي الوصفة تعكم ناجحة تخرج لكم كيما تعبرها يعني ما تجيش هذيك اللي يعني جي مبلولة بزاف ولا تحسوها باللي تتفتت ولكن كي تلميها بين يدك تتلم لك عادل كيما تعرفوا القضاء هذك تعالوا غريبية اللي تكون ناجحة هنا كيما راكم تشوفوا ضربة لولا يعني زربحتها فقط من بعد هنا ينجي بالظهر تعال ملعقة نحاول اني نضغط عليها ضغطات يعني ملاح ضغطوا عليها مليح مليح مش تديلكم الشكل تعلموا لتعكم واللصهم الحاجة اللي تدرتوا فيها وهنا حبيبيتي كيما راكم تشوفوا اني نعط لكم يعني الظهرتها كيف هشكا تزيدوا يعني تغطيوها بهذاك الكيس البلاستيكي ولا الورق البلاستيكي واتغطيوها ملفو كيف كيف انا بنفس طريقة يعني كيما راكم تشوفوا خرجتلي كمية الله يبارك يعني شفتوا هذك المقادر تعكاس جلجلان تتحصلوا على كمية كبيرة من حلوة الترك الرائعة صدقوني يعني هذا الحلوة اللي تتبع في المحلات هذك ذات الجودة العالية يعني هذك الغالية اللي كما نشيروها بالميزان ويعطيك مورسو صغير فان ميل صدقوني ما تقضيش تأكله وتشرعيها بالآخص لي عندها ولدات ولا عائلتها كبيرة الله يبارك نقولك حبيبتي ما تنفعك غير انك تخدميها في الدار بالنسبة لكمية الجلجلان اراني شريت قيصة عشرالف دارتلي هذي الكمية الرائعة يعني كمية الله يبارك بالنسبة كذلك الكاسة على اللحظة حوالي عشرالف خمسة عشرالف وانت درتي هذ الكمية يعني تتحصل على كمية كبيرة هنا حبيبتي تديتها لثلاجة اقل حاجة يعني حوالي ساعتين ثلثة سوايع حكا بشتشد رحات ذي القوامة بتاحها يعني وزيت تتعلق لكم من داخل نجي هنا حبيبتي شوفوا هنا كيفاش نضيموا لها هزيت هذا كاسحان قلبته على وجهه يعني وحطيت الحلوة الترك تاعي الاولى رحوا هنا حبيبتي كذلك هذا الكونتيتي الكبيرة كما راكم تشوفوا يعني صحان هذا راهو كبير شوفوا الكمية الله يبارك لي كانت خرجتها لي فضلا منكم وليس امرين حبيبتي الوصفة تستحق التجربة راها نجحة 100% نتمنى ان شاء الله تبرتاجيوا هذا الفيديو باش الناس كامل ان شاء الله تستفد يعني تقدروا تعتمدوها كمشروع رايح يكون جيد مربح تقدروا حبيبتي يعني قبل الشهر الفاضل تحضروها بكمية مليحة تستغنوا انكم زيدوا تشيروها من برا تقدروا كذلك تحضروها تديروا بها حلوياتكم يعني يراكم رايحين تلقوها كيل حسانة نجي هنا حبيبتي نقسمها معاكم مش تشوفوا قوامها لون التحى البنة التحى ولا يعني البنة الذوق طبق الاصل على تعبارها واي وحدة نتحدى اي وحدة تدير الوصفة هذي وماهيش رايحة تعجبها صدقوني وصفة قدمان شكرها لكم وقليل في حقها فقط يعني الوصفة هذي تستهل منكم كامل الدعم تخليوا لي الجامل الفيديو لماهيش مش تاركة حبيبتي نقولك اشتركي فعل جرس حكا بشتة توصلي بكامل الوصفات وكامل الجديد التاعي كنت درت لكم حلقون تلمحلات راح اقبل للوصفة هذي كذلك وصفة نجحة مياه بالمياه بشاهدة الكثيرات في قناتي واليوم جبت لكم حلوة الترك وما زال العديد والعديد من الوصفات على قناتي باذني لكي ما عودتكم يعني اي حاجة تتباع البرة نحاول اني نخدمها لكم في الدار وتكون ناجحة وتنافسها المحلات نتمنى ان شاء الله حبيبتي قناتي تلقى منكم الدعم والبرتاج اذا شفتوا قناتي تستهل فضلا منكم وليس امرا انكم تدعموني باشتراكاتكم في القناة تفعل الجرس حكا بشتطوا وصلوا بكامل الجديد التاعي شوفوا هنا حبيبتيك فشاني نقسم فيها طبق الاصل يعني نفسها القوامة على البرة وكذلك نأكد لكم على البنة راهي نفسها تاع برة يعني ما كانش فرقوا بالعكس بلك هذه احسن وبنينا على حتى تاع برة تمنى غالياتي وصفتي لينهار اليوم تكون عجبتكم انا لبيت الطالب بتاعكم وليبيت الطالب العديد من المتتبعات وان شاء الله حبيبتي نلقى الدعم بتاعكم ونقولكم اي واحدة دعمتني في هذا القناة نقول لك حبيبتي ان شاء الله ربي فرحك كي ما اتفرحوا فييا بقالي غالي نقولكم تلاب لي فرواحكم تلاقى ان شاء الله في اعداد مقبلة بحول الله نخليكم يعني هذه المقاطع الاخيرة تلاب لي فرواحكم تلاقى ان شاء الله في عدد اخر بقالي غالي نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته